كما أولى محطتنا الصباحية لليوم أكيد مع أنشطة اتحاد الناشرين السوريين المؤسسة يلي عم تشهد على استمرار نبض الحياة الثقافية في سوريا أكيد نورها الاستمرارية سواء من خلال متابعتها لحركة النشر أو حتى الأنشطة الثقافية يلي عم يشهدها الشارع السوري أو من خلال مواكبتها ومشاركتها بالمعارض والتظاهرات الثقافية بالخارج لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو السيد هيسامة حافظ رئيسة اتحاد الناشرين السوريين يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين بصباح ياسميني دمشقي مفعم بالحيوية ومفعم بنبض من النشاط ومفعم أيضا بشباب عم نشوفها تشتغل بحيث تقدم شيء لهذا المجتمع أنا بلفت نظري البرنامج اللي كنت حاطينه اللي هو يوم على وفاة أحد العظماء أو يوم على ولادة أنا فيني أبدأ من هذا المنطلق وقول أنه نحنا بـ 23 نيسان هو يوم وفاة الكاتب الكبير وليام شكسبير يلي هنه نحطوها يوم العالمي للكتاب وهو بنحتفل فيه بشكل كتير كبير ونحنا بسوريا بشكل خاص قررنا بأنه يكون يوم الكتاب السوري نحنا إذا نحنا عنا يوم 23 نيسان القادم حيكون كل المجتمع السوري عم يحتفل معنا بيوم الكتاب السوري وهي حتكون فيها نشاطات ثقافية كبيرة حتكون نشاطات مركزة بسوريا هذا اللي كنت أسألك عنه أستاذ هيسم قديش فعلا اليوم رغم كل الظروف الأزمة اللي عم نعيشها رغم كل تحديات في مواجهة الإرهاب قديش فيه حركة فعلا فكرية وثقافية بالبلد قديش فعلا اتحاد الناشرين عم يحارب بالقلم بالورقة والله أنا فيني يقولك شغلة المفاجأة الكبرى يلي نحنا عم نشوفها نحنا كناشرين كناس نشتغل في مجال الثقافة كناس نشتغل في مجال الإبداع عم نشوف أهم شيء أنه الشباب اليوم أنا عم نشوف روح الشباب بكل أمانة وبكل صراحة هي اللي عم تتناول معنا هذا الجانب هي اللي عم تقدم لنا اليوم الإبداع الجديد نحنا اليوم كل ياتنا فيني يقول في خندق واحد في مصلحة هذا البلد كل ياتنا الآن نتجه إلى مصلحة وحدة الطبيب في مكان عمله المثقف في مكان عمله المبدع أيضا الكاتب الجندي الطيار كل ياتنا اليوم هدفنا بناء سوريا كل باتجاهه أنا كتير ممنون لهذه الغيرة عند الشباب لتقديم شيء جميل أنا فيني ألفت نظرك لشيء كنا من يومين في مؤتمر مؤتمر الجائزة جائزة الرواية العربية الرواية العربية اللي نظمها اتحاد الكتاب العرب مشكورا شيء ما طبيعي أكثر من خمسين بالمئة ستين بالمئة من الحضور كان من الشباب وهذا بيرفع من سوية التألق اللي نحنا عم نشوفه اليوم بمجتمعنا بيرفع من سوية العمل اللي نحنا كلنا عم نقدمه مو بس اتحاد الناشرين السوريين عم يشتغل مو بس الكتاب عم تشتغل اليوم الاتحاد الناشرين الناشرين الكتاب المثقفين كلنا عم نشتغل لنقدم بلدنا بصورة إيجابية وهذا الكلام أنا بتصور حكينا بأكثر من مناسبة ونحنا إلنا أنه نحنا دوما عم نقدم شيء وظهرنا كناشرين سوريين بالمحافل العربية والمحافل الدولية بشكل إيجابي هذا اللي كمان كانت نسألك عنه هو المشاركة تحاد الناشرين بالمعارض العربية والدولية يعني مشاركتكم الأخيرة يمكن كانت بالقاهرة أبلا بلبنان ودول تانية شاركتوا فيها نحنا تقريبا فين يقول أنه اتحاد الناشرين السوريين والناشرين السوريين لم ينقطعوا على المشاركة في كل المعارض العربية وعدد كبير من المعارض الدولية نحنا آخر معرض كان عنا كان معرض مسقط حوالي 80 ناشر سوري مشارك وهذا الرقم ليس رقم بقليل يعني رقم كتير كبير وكتير مهم يعني شكلنا نسبة كتير مهمة يمكن أن يكون شكلنا 20% من حجم المعارض ورغم كل الواقع اللي خليني يقول فرزته وما عدنا نقول الأزمة خليني نقول فرزه الحدث السوري لأنه خلص لازم نخلص منه لازم نقول وداش كان فيه إقبال يعني داش كان فيه إقبال مثلا للناس ومفاجأة كانت إلو نيمكن يعني طبعا أنه نحنا اليوم متواجدين يعني في نحنا عنا خطوط كاملة كانت يعني في المعرض موجودة فيها ومتواجد فيها الناشر السوري كان بصراحة كتير كبير الإقبال وحتى المواطن العماني المواطن العماني الطيب كان متفاجئ بهذا الإقبال السوري الأهم واللي أنا بدي خبرك يا ولازم نعرفه أنه الوزارات العمانية اللي مثلا خليني يقول وزارة التربية المؤسسات الحكومية وزارة التربية وزارة الثقافة وعندما تأتي إلى اقتناء كتب اللي تسري مكاتبها فكانت عما تختار من الناشر السوري وهذا شيء يرفع يعني فعلا يعني نحنا اليوم رغم كل التفاقنا مو أزمي كل الحدث اللي صار عنا نحنا اليوم لازلنا متجهين للبناء نازلنا نعمل بعمل شبابي لازلنا ونقدم وعليات مكتفة أكتر والجهور تماما ولازلنا نحن عم نقدم الجانب الإيجابي بإن كان بنعكس حضارة مجتمعنا ونعكس واقع مجتمعنا العلمي والمعرفي لأنه اليوم نحن بصراحة الكتاب هو إنعكاس لواقع معرفي كبير نحنا اليوم نحنا الجيل ما نحنا بناء اليوم نحنا لنا حضارة حضارة من سنوات ولازلنا نبني نبني مو بس بسوريا نبني القرص الثقافي مو بس بسوريا نحنا نبني في كل المجتمع العربي ونقدم نحنا كمجتمع سوري بنينا ولازلنا نبني طيب أستاذ عيسام خلينا نحكي بالأرقام نعم أني حضرتك دائما بتمدنا هيك بمعلومات دقيقة مثل ما بنقول بالأرقام اتحاد الناشرين السوريين خلال فترة الحرب أصدر أعداد كبيرة من الكتب ونشر أيضا أعداد كبيرة من الكتب بالأرقام ولو لمحة سريعة نحنا بصراحة الأرقام الآن اللي نحنا اشتغلنا عليها بغم هاي سنوات كلها طبعا كانت كتير مفاجأة حتى أنا فيني نحنا نحنا بتصور في عنا سنة من السنوات وأنا قلت لكم هذا الكلام اللي هو كانت عام 2012 صار فيه ركود أما باقي السنوات اليوم نحنا اتجهنا اتجهنا وعاد النشر السوري نحنا اليوم في عندي عدد من الناشرين أنا قلت لك أن يوم نحنا كنا مثلا قبل الأزمة وقبل الحدث السوري هذا المتعب كنا نحنا عدد الناشرين السوريين ما يقارب 150 ناشر نحنا اليوم قاربنا إلى 250 ناشر كنا نشارك في المعارض العربية قبل الواقع اللي نحنا مرنا فيه كنا نشارك مثلا حنفطرد بـ 30 40 50 اليوم نحنا في بعض المعارض تجاوزنا أو وصلنا إلى 80 قاربنا المئة وهذا الموضوع على فكرة هو دليل عافي ودليل صحة رغم كل الأزمة لكن هذه العافي وهي صحة هي موجودة وين موجودة في داخل إرادة السوريين يعني أنا أبكد أنه نحنا كلنا كسوريين ما انقطعنا عن الإرادة وعن العزمة وكننا فعلا حقيقة أنت اليوم بمكانك كألامية كنت اليوم مناضلة وكنت تتابع هذا الحدث من خلال البناء من خلال مكانك نحنا اليوم كناشرين سوريين حققنا في هذا البناء وفي هذا التطور للكتاب السوري اللي صار الكتاب السوري فيني إليك من الأرقام المهمة جدا على الصعيد العربي حتى على الصعيد الدولي يعني أنا أقول على الصعيد الدولي أيضا أصبحنا نواكب التطور التقني في الطباعة وأيضا في النشر ليس فقط في العالم العربي وأيضا كنا نشارك في بعض المعارض العربية اليوم جميع المعارض العربية متواجدين فيها حتى نحنا كنا منقول ونسبت تذكر وأنا حكيت أنه نحنا دائما كاتحاد ناشرين كنا ندعم الناشر السوري في أي معرض يتواجد فيه تمام لذلك على فكرة كل معارض الوطن العربي شاركنا فيها اليوم في عنا مؤتمرات في مؤتمرات عم تصير ليست في العالم العربي أيضا فبدأنا اليوم في أن على الناشر السوري أن يغزو هذه المؤتمرات وأن نقدم صورة لامعة وصورة جيدة عن تواجد أيضا الدولي يعني ليس فقط تواجد عربي نحنا اليوم الأرقام كل ما لا عم تنمو وكل ما لا عم تكبر وأنا بقول هو ليست فقط سياسة اتحاد الناشرين السوريين بكل أمانة هي بكل وضوح وبكل أمانة هي نهضة شبابية عند الناشر هي خليني سميلك إرادي قوية عند المثقف السوري إلى بناء وإعادة التطور والكمال لسوريا وإنكتب 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 في اتحاد الناشرين السوريين الأستاذ هيثم الحافظ بدي تشكرك على وجودك معنا منتمنى لكم التوفيق على جهود الجبارة اللي عم تقوموا فيها شكرا كتير لك وأنا كمان وأنتو كمان جهودكم مشكورة وأيضا أعمالكم مبرورة وأنتو أيضا الإعلام نحن وياكم واحد ومنقدم صورة ناصعة للمجتمع السوري وأشكرا لكم شكرا لك أستاذ هيثم شكرا لتواجدك معنا اليوم أكيد سلمة